ببداية الحلقة أن القناة الجديد أطلقت بالأمس مبادرة أو حملة حملة صامدون لمواجهة وباء كورونا بلبنان بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخارية والهدف من هذه الحملة تأمين حصص غذائية ومساعدات عينية للعائلات المحتاجة والأكثر فقرا وما أكثرها في هذا الزمن بالدشير للمشاهدين أنه بالإمكان المساهم في هذه الحملة والتبرع عبر دخول إلى موقع الجديد www.aljadeed.tv أو عبر إرسال رسالة نصية بكلمة صامدون على الرقم 14-15 وفورا يذهب تلقائيا مبلغ بقيمة 10.000 ليرة لبنانية من رصيد الذي بعث هذه الرسالة كتبرع للحملة طبعا سنكون بمواكبة طوال هذه المرحلة وبإعلانات وحملة تسويقية لهذه الحملة لحتى قد ما فينا نجمع تبرعات ونقدر نجمع أكبر عدد من المتبرعين ونكون أيضا عم نفيد أكبر عدد من العائلات هل تساهم في هذه الحملة فادي عبود؟ حتما حتما شوفي تعرفي صار فيه كتير حملات صار فيه حملات لمستشفيات معينة طبعا كلها مشكورة وهذا اللي بميز اللبناني ولكن نحن اليوم عم نحكي عن موضوع قد يكون أهم طبعا راح التبرعات لمكافحة الوباء على رأس وعيني بس فيه عالم جعاني من قبل كورونا حتى طبعا من قبل كورونا ومن بعد كورونا ستاب فيك تطربيهم بعشرة يعني صحيح فبدينا نكون نحن كمان بهالموضوع مهم جدا كل إنسان قادر كل يوم عبكرة الصبح بس يفتح عناي شغلة كتير بسيطة بيطلب هالرقم وعشر تلف ليرة باعتقد كل واحد منا قادر كل واحد على قد قدر ضروري هالموضوع ضروري وضروري جدا شوفي التكاتف الاجتماعي اللي عم نشوفه ببلدنا ملفت للنظر جدا بار عم تفرج على الأخبار بإنجليترا على البي بي سي إنه لأنه ولادي ومرتة كمان مشتركين إنه بدهم مساعدين للختيارية تجبولهم أكلتهم على البيت وحاجاتهم طلبوا 250 ألف إنسان بساعة إجا أكتر من 500 ألف فنحن كمان اللبنانيين عنا هالهمة صحيح عم نشوف مبادرات كتير فردية بهذا البيتار وهذا الشيء بيكبر القلب وبدعم من كل ما قوتيت من قوة أنا وموظفيني وكل أصدقائنا بهالموضوع حتما ضروري الإنسان اللي عم بياكل ويشبع قبل ما ينام يفكر باللي مش عم بيقدر ياكل ويشبع نعم ترجمة نانسي قنقر